ما الذي يحدث في العالم؟ هل نحن مقبلون على موجة ثانية من الفيروس التاجي؟ هل سيتكرر الأمر كما بدأ أول مرة؟ هذه الأسئلة تأتي بعد تفاقم المخوف في العالم من الموجة الثانية للفيروس التاجي وذلك مع إعلان السلطات الصينية الأحد عن تسجيل 57 إصابة جديدة بالوباء في حصيلة يومية هي الأكبر منذ أبريل وذلك غدات إعلان منطقة فينغتاي في بيكين اللجوء إلى آلية حرب لمواجهة الموجة الجديدة وأفادت لجنة الصحة الوطنية أن 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالة إصابة محلية سجلت في بيكين وكانت السلطات الصينية قد أمرت السبت بفرض عزل طارئ على 11 حيا في العاصمة بعد ظهور بؤرة جديدة للفيروس المستجد ما يثير الخشية من تفش جديد للوباء في البلاد حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي ورصدت عشرات الإصابات بالفيروس في محيط سوق شيفاندي في بيكين وفق ما أعلنت السلطات الصحية وأغلقت السلطات السوق وكذلك سوقا آخر لبيع ثمر البحر كان قد زارها مصابة من أجل تعقيمها وأخذ عينات كما وأغلقت 9 مدارس دور للحضانة في محيط المنطقة أيضا وفي إيطاليا ظهرت في الأيام الأخيرة بورتان جديدتان للفيروس التاجي في روما إحداها في مستشفى والأخرى في مبنى فرض عليه الحجر لكنهما تثيران قلق السلطات الصحية وفق ما أفادت مصادر متطابقة ويوجد في البورتين الجديدتين أكثر من 100 شخص مصابين سجلت خمس وفيات في صفوفهم وفق ما أعلنت السلطات الصحية في منطقة تلتيوم التي تشمل العاصمة الإيطالية البورة الأولى الرئيسية تقع في مستشفى سار رفائيل بيسانا الواقع بالضحية الغربية لروما وفق مدير الصحة التيوم اليسو داماتو وضف داماتو أنه تم تسجيل 104 إصابة بينها خمس وفيات إثنتان منها خلال آخر 24 ساعة وتشمل مراتان تبلغان 89 و92 عاما وأكد المسؤول نفسه أن الحذر يبقى علينا وتم نقل جميع المصابين في حين أن البؤرة الوبائية تحت السيطرة وتبدو في تراجع وظهرت البؤرة الثانية في مبنى في ضاحية جرباتيل جنوب روما وفق المصدر نفسه وسجلت تسع صابات في هذه البؤرة تشمل عائلة من ألبيرو وزوجين وطفليهما وأربعة من أقاربهم وقد نقل جميع المصابين إلى المستشفى وفرض حجر على المبنى الذي طوقته الشرطة في نفس الوقت هناك استمرار لارتفاع عدد المصابين بالفيروس التجي في الولايات المتحدة بعد تسجيل 25 ألف إصابة جديدة و700 قتيل وقال أنتوني فوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين وأوضح فوتشي لشبكة سينين للخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادية وأضاف عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه لاتجاه الخطئ وذكر مسح أن 114 ألف شخص حتى الآن توفوا بالوباء في الولايات المتحدة وتشهد نحو 6 ولاية أمريكية ارتفاعا في عدد المرضى داخل المستشفيات بينما المأساة تشتد في أمريكا اللاتينية خصوصا البرازيل التي تعيش أوضاعا مزرية حيث أصبح هذا البلد صاحب 122 مليون نسمة المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول تسجيلا للإصابات بعد أمريكا مع 828.810 إصابة وفق البيانات الرسمية وأعتبر العلماء أن هذه الأعداد قد تكون في الواقع أكبر بعشر مرات وحتى بخمس عشرة مرة إذ إن السلطات لا تجري إلا عددا قليلا جدا من الفحوص وتسجل البرازيل 199 وفا من أصل كل مليون نسمة وهو معدل قلب كثير من ذلك المسجل في الولايات المتحدة وهو 344 من أصل كل مليون شخص أو في بريطانيا حيث تسجل 611 وفا لكل مليون شخص ولا تزال ولاية سوبولو التي تعد 46 مليون نسمة الأكثر تضررا جراء الوباء في البلاد بتسجيلها ربع عدد الوفيات الإجمالية 10368 و 167900 إصابة وعربيا لم يكن الأمر مختلفا في عدة دول على سبيل المثال تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس في مصر وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفق الإرشادات منظمة الصيحة العالمية إضافة إلى وفاة 91 حالة جديدة وكانت إيران هي أول دولة في العالم أبلغت عن موجة ثانية من عدو الفيروس التاجي المستجد بينما كانت بصدد تخفيف تدابير الإغلاق التي باشرتها شهر فبراير بحزب صحيفة دلميل البريطانية وسجلت إيران رقما قياسيا في عدد الإصابات في الشرق الأوسط بلغ 3574 حالة إصابة وأكده متجاوزة بذلك أسوأ يوم لها بلغ 3186 حالة سجلت في الثلاثين من مارس وبدت إيران في تخفيف قيود الإغلاق التي فرضتها قبل في منتصف أبريل مستفيدة من انخفاض ضرفي في عدد الإصابات لكن في شهر مايو عرفت إيران موجة أخرى من الإصابات وقد تجاوزت الآن ثلاثة آلاف حالة لمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك بالموازات مع إعادة فتح الصلاة الرياضية والمكاتب العامة في عطلة نهاية الأسبوع ويرجع مسؤول الصحة الإيرانيين بحسب صحيفة الشرق الأوسط سبب الموجة الثانية في الواقع نتيجة تسارع وطيرة الاختبارات ودقة أكبر في تسجيل البيانات وذلك بعد أن أثيرت شكوك حول دقة بياناتها عندما ضرب الفيروس لأول مرة إيران وفي غضون ذلك شهدت إيران انخفاض عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ويؤكد ذلك جزئيا حقيقة أن أرقام الوفيات اليومية في البلاد لم ترتفع مع إجمال عدد المصابين ومع زيادة الإصابات في هذه الدول ودول أخرى يتخوف خبراء من عودة موجة ثانية للجائحة وأضح الخبراء أن هذا الاحتمال يتراوح بين متوسط ومرتفع ويتوقف على التدرج في تخفيف القيود ومدى التزام الناس بها وبعيهم بتدابير الوقاية المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا نصح بضرورة الاستمرار باتباع إجراءات العزل بشكل مدروس حيث أن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض بحسب منظمة الصحة وحول توقيت الموجة الثانية رجحت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك بأن تكون الموجة الثانية لكورونا خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحدى سرس وبالتالي من المحتمل أن يعود الفيروس التاجي في الخريفة القادمة لكن في نفس الوقت يؤكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن الموجة الثانية ليست حكمية إلا أن خبراء الصحة ينصحون بالاستمرار باتباع بعض الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية من الوباء تتمثل في التباعد بين الأشخاص واجتناب التجمعات ووضع الكمامات غسل اليدين باستمرار والخروج فقط للضرورة لكن يبقى سؤال الأهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي جعلت ملايين الناس في أوضاع مزرية وتمثل في البطالة والفقر والجوع هل سيتحملون أشهر أخرى من الحجر الصحي في حالة حدوث موجة ثانية يسأل الله تعالى أن لا يحدث ذلك ولا ننسى أننا مقبلون على عيد الأطحى المبارك فكيف ستكون الأمور في هذه الحالة؟ نسأل الله تعالى أن يرفعنا جميعا الوباء وأن يخفف عنا وطأة هذه الأزمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اللهم ينور السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا ديان السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي وقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبة وإلى كل خير سبيلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولا تمنع عنا رزقك لسوء ما عندنا ولا تجازينا بقبيح أعمالنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رزق السائلين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير ربي عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربي جعلنا لك شكارين ذكارين إليك مخبتين منيبين ربي تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضالين ولا مضلين وغير مفتونين اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله